بسم الله الرحمن الرحيم تحدثنا في المحاضرة الماضية عن شراء بقصد إعادة البيع أو التأجير ونبدأ في الحديث عن السمصرة تعتبر السمصرة من قبيل الأعمال التيارية المنفردة فما هو تعريف عقد السمصرة وما هي مهمة السمصار ومتى يستحق السمصار أجره وهل يشترط لعتبار عمل السمصار عملا تجاريا أن يتخذ لنفسه محلا تجاريا يمارس فيه مهنة السمصرة وهل يشترط أن يتحقق من وراء السمصرة ربحا وفيرا يكفي لأعاشته هو وأهل بيته لكي تعتبر السمصرة من قبيل الأعمال التجارية كل هذه الأسئلة سوف نجيب عليها في حديثنا عن السمصرة فما هو تعريف السمصرة السمصرة هو عقد بمقتضاه يتعهد شخص بالتقريب ما بين وجهات النظر من هذا التعريف نستطيع أن نتعرف على مهمة السمصار فمهمة السمصار هي مجرد التقريب ما بين وجهات النظر هذه هي مهمة السمصار في صورتها البسيطة أو في صورتها الأصلية ما لم يتم الاتفاق على غير ذلك فيجوز الاتفاق ما بين السمصار والشخص الذي وسطه على أن تكون مهمته هي إبرام العقد أو حتى تنفيذ الالتزامات وهنا يسمى بالسمصار الضمن لكن السمصرة في صورتها البسيطة هي مجرد التقريب ما بين وجهات النظر مناء عليه متى يستحق السمصار أجله؟ يستحق السمصار أجله في صورة السمصرة البسيطة بمجرد التقريب ما بين وجهات النظر لكنه لا يقبط سمن السمصرة والعمول المتفق عليها إلا عند إبرام العقد والتوقيع عليه طيب هل يشترط أن يتخذ السمصار لنفسه مقرا يمارس فيه عمل السمصرة حتى يعتبر عملها وعملا تجاريا؟ في الحقيقة لا يشترط ذلك فغالبا ما يمارس السمصار مهنة السمصرة من أي مكان فلا يشترط أن يكون له مقر يمارس فيه عملية السمصرة فيمكن أن يمارسها من خلال جلوسه على الكفاتيريا أو من خلال التليفون أو من خلال منزله أو من أي مكان كذلك لا يشترط أن يحقق السمصار ربحا وفيرا يكفي لأعاشته هو وأهل بيته من وراء القيام بعمليات السمصرة لكي تعتبر السمصرة عملا تجاريا فليس هناك شرط لتحقيق الربح وإنما يشترط نية تحقيق الربح نية تحقيق الربح هي التي تشترط أما تحقيق الربح من عدمه فهذا أمر يرجع إلى المولى عز وجل فهذا رزق بيد الله تعالى العمل الثالث من الأعمال التجارية المنفردة والتي وردت إعدادها في المدة اثنين من نظام المحكمة التجارية وهي الأوراق التجارية فما هو تعريف الأوراق التجارية؟ الأوراق التجارية هي سقوق مكتوبة وفق بيانات شكلية حددها القانون تمثل مبلغ من النقود مستحق الوفاء في تاريخ معين أو قابل للتعيين ونريد قبل أن ندخل في أنواع الأوراق التجارية أن نشرح هذا التعريف فالأوراق التجارية هي سقوق مكتوبة يفهم من ذلك أن الورقة التجارية يجب أن تكون مكتوبة فلا توجد ورقة تجارية شفعية وفق أوضاع أو بيانات شكلية حددها القانون أي أن هناك بيانات محددة على سبيل الحصر يجب أن تكون موجودة في الورقة التجارية فلو قل بيان أو زاد بيان لا يتعتبر هذه الورقة من قبيل الأوراق التجارية الأوراق التجارية تمثل مبلغ من النقود معلوم على وجه اليقين مقداره بما لا يقبل الشحن لذلك لا يعتبر من قبيل الأوراق التجارية سند الشحن لأن سند الشحن يمثل بضاعة وهذه البضاعة هي بالفعل تمثل مبلغا من النقود لكن هذا المبلغ غير معين على سبيل اليقين وعلى سبيل التحديد فيمكن للبضاعة أن يعلو سمنها فتأتي بمبلغ كبير ويمكن أن ينخفز سمنها فتأتي بمبلغ أقل لذلك لا يعتبر سند الشحن من قبيل الأوراق التجارية كذلك إيصال الإيداع في أحد المخازن العامة أو في أحد المخازن التابعة للدائرة الجمهورية لا يعتبر من قبيل الأوراق التجارية لأنه يمثل بضاعة ولا يمثل مبلغا من النقود فالورقة التجارية يجب أن تمثل مبلغا من النقود معلوم مقداره على وجه اليقين مستحق الآداء في تاريخه معين أو قابل للتعيين أي أن الورقة التجارية تستحق غالبا في فترة قصيرة يمكن أن تكون محددة سلفا وقت تحرير الورقة أو يمكن أن تكون قابلة للتحديد مثال الكمبيالة التي يتحدد أجل وفاؤها بعد فترة من توقيع المسحوب عليه بقبول الكمبيالة ما هي أنواع الأوراق التجارية المعلومة لدينا في الحياة التجارية؟ في الحقيقة الأوراق التجارية المعلومة لدينا حاليا في الحياة التجارية هي الكمبيالة والشيك والسند الإزني فالكمبيالة يجب أن تكون صورة الكمبيالة يجب أن يكتب في وسط الصق كلمة كمبيالة بنفس اللغة التي سوف يكتب بها متن الصق ثم بعد ذلك يأتي في أعلى الكمبيالة ويكتب تاريخ التحرير الكمبيالة ومكان التحرير ثم يأتي بعد ذلك ويكتب ادفعه لأمر أو لحامله إذا كتب لأمر يجب أن يحدد اسم المستفيد فلان الفلاني مبلغ وقدره مائة ألف ريال سعودي مثلا في تاريخ معين يعين تاريخ استحقاق الكمبيالة ثم يوقع في نهاية الكمبيالة بتوقيع الساحب فالكمبيالة لها ثلاثة أشخاص وهما الساحب والمسحوب عليه والمستفيد ولها تاريخان تاريخ تحرير وتاريخ استحقاق والكمبيالة يمكن سحبها على بنك ويمكن سحبه على شخص عادي على عكس الشيك فالشيك يتطفق مع الكمبيالة في أن له ثلاثة أشخاص وهما الساحب والمسحوب عليه لكن المسحوب عليه في الشيك لا يمكن إلا أن يكون بنك والمستفيد وهو الشخص الذي سوف تحرر لمصلحته الشيك ويختلف الشيك عن الكمبيالة في أن الشيك لا يسحب إلا على بنك ثانيا أن الشيك ليس له إلا تاريخ واحد فقط وهو تاريخ تحريره لأن الشيك واجب الدفع بمجرد الإطلاع أما السند الإذني أو السند لأمر فهو أن يتعهد شخص بإرادته المنفردة بأن يدفع لشخص آخر مبلغ معين في تاريخ معين ويختلف السند لأمر عن الشيك والكمبيالة في أن فيه شخصان وليس سلاسة وهما الساحب والمستفيد فقط ويتفق مع الكمبيالة في أن له تاريخ تحرير وتاريخ استحقاق ويختلف عن الشيك في ذلك حيث أن الشيك ليس له إلا تاريخ تحرير فقط أما النوع الرابع من أنواع الأعمال التجارية المنفردة ويسمى بأعمال الصرافة والبنو والمقصود بأعمال الصرافة هي مبادلة مال بمال بقصد تحقيق الربح فأي مبادلة مال بمال يعتبر من أعمال الصرافة ولكي تعتبر الأعمال الصرافة من قبل العمليات التجارية المنفردة لا بد أن يكون هناك هامش ربح يتحقق وهو الفرق ما بين سعر الشراء وسعر البيع أما إذا تمت مبادلة مال بمال ولم يكن هناك أي استفادة من وراء ذلك كأن يقوم أحد الإخوة بإعطاء أخيه مبادلته دولار بالريال سعودي أو يورو بالريال سعودي دون أن يتحقق من وراء ذلك أي منفعة مدية فحينئذ نكون أمام عمل مدني وليس أمام عمل ديال كذلك أعمال البنوك تعتبر جميع الأعمال التي تقوم بها البنوك من قبيل الأعمال التجارية وفي الحقيقة عمليات البنوك لا تقع تحت حصر لأن الحياة التجارية متجددة وكثيرا ما تطالعنا البنوك بأعمال جديدة لم تكن معروفة منذ قبل ولكن لا نستطيع أن نعدد هذه الأعمال التي تقوم بها البنوك وإنما نستطيع أن نعطي أمثلة للأعمال التي تقوم بها البنوك مثل إعطاء القرود، إصدار بطاقات الصرافة، تأجير الخزائن، تزديد المدفوعات، فتح الاعتمادات سواء كان اعتماد مستندي أو اعتماد بسيط إلى آخر هذه الأعمال التي تقوم بها البنوك فجميع ما تقوم به البنوك يعتبر عمل تجاري منفرد سواء قام به الشخص مرة واحدة في حياته أو أنه يقوم به على سبيل التقرار والاحتراف وسواء قام به مرة واحدة شخص مدني أو تاجر محتر أما النوع الخامس من أنواع الأعمال التجارية المنفردة فهي أعمال التجارة البحرية والمقصود بأعمال التجارة البحرية التي تعتبر من قبيل الأعمال التجارية المنفردة هي أي عمل يتم بصادة تسيير السفينة في أعالي البحار سواء تم هذا العمل في البحر أو على اليابسة والمقصود بأعالي البحار أي البياه خارج المياه الإقليمية وهذه تحدد بمسافة في القانون الدولي البحري أما الملاحة النهرية وملاحة اليخوت والملاحة في الشواطئ فكل هذه لا تعتبر من قبيل الأعمال البحرية وإنما تعتبر من قبيل العمليات المدنية فالمقصود بالأعمال التجارية البحرية هي التي تتم بصادة تسيير السفينة في أعالي البحر سواء تم هذا العمل على السفينة ذاتها مثل استئغار الربان والعمال والبحارة والمهندسين الذين يعملون على ظهر السفينة فكل هذه الأعمال تعتبر من قبيل العمال أعمال التجارية البحرية التي تتم على ظهر السفينة أو كانت تتم العمل على اليابسة مثل قطع التذاكر لرقوب السفينة ومثل عقد بداء السفينة ومثل عقد صيانة السفينة ومثل عقد تمويل السفينة بما تحتاجه من وقود أو غزاء أو فاكهة أو لحوم فكل هذه الأعمال تتم بصدد تسيير السفينة في أعالي البحر لكن هذه الأعمال تتم على اليابسة فمثل هذه الأعمال تعتبر أعمال تجارية منفردة